السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام يلا وسلم بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الآلي هنرد فيها ضد الأكاذيب والشاعات لكن في البداية ما تنساش أفضل حاجة بنده بيها فيديوهاتنا الصلاة الحبيب اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفحنا سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في البداية عايز أطالب كل الناس المحترمين اللي بيتابعوني سواء كنت أهلاوي زمالكاوي أيا كان انتمائك بمختلف انتمائتنا أكيد الدعاء والإكثار من الدعاء لسيد العمري فاروق ناب رئيس مجلس صدارة النادي الأهلي ووزير الشباب ورياضة الصابق بإذنك يا رب بإذنك يا رب الحالة بتتحسن بفضل دعواتكم دعواتكم اللي محتاجها العمري فاروق دلوقتي عايز أقول لك من آخر تطورات حالة السيد العمري فاروق من فضل ربنا سبحانه وتعالى في تحسن تدريجي آه مش هو التحسن المأمول ولكن في تحسن في درجات الوعي درجة الوعي عنده أو درجات الوعي ونسبة الافاقة عنده كانت تلاتة من خمستاشر وكان في غيبوبة كاملة دلوقتي بدأت ترتفع ليه أربعة وخمسة بإذنك يا رب بإذنك يا رب بتوصل ليه الدرجة الكاملة أو الافاقة الكاملة النهاردة بدأ يحرك آآ أصابع آآ اليد آآ بإذن الله بإذن الله بدعواتكم بدعواتكم دي الأول مرة بقباليومين تلات لأول مرة يحرك صابع يده بدعواتكم بإذن الله يفوق ويخرج من آآ الأزمة الصحية اللي فيها دلوقتي السيدة العمري فاروق نائب رئيس مجلس دارة النادي آآ الاهلي عايزة أقول في حاجة مهمة جدا النادي الأهلي يا جماعة آآ أحمد توفيق كان بيلعب ضد النادي الأهلي من شهور في بطولة آآ السوبر أحمد توفيق مش أحمد فاتوح أحمد توفيق في المطش ده ارتكب تسع فاولات كان حكم المباراة كان محمود ناجي جابتن محمود ناجي كانش مطش السوبر كان مطش في الدوري محمود ناجي من التسع فاولات العنيفة والقوية اللي عملها أحمد توفيق ضد العبط النادي الأهلي مداش فاولات اللي في ست كرات بس يعني تسع مرات تدخلات قوية وعنيفة كادت أن تصيب لعبة النادي الأهلي ما حسبش فاول لغير ست مرات في الست مرات كل مرة يحذر يعني في قول في كرة القدم الحكم بيحذرك مرة التانية بيروح مطلع لك انذار لأ محمود ده ناجي قاعد يحذر 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 وفي الآخر همدي انذار لأحمد توفيق وبعد كده حذره مرتين بعد كده طردوا الدنيا تقلبت في بيراميدز وفرقة بيراميدز واحتجاجات رهيبة جدا من أحمد توفيق ولعبة بيراميدز كلها والجهاز الفني كانوا بيتنططوا طنطيت كده على الحكم لمجرد أنه طرد أحمد توفيق وهو طرد مستحق أحمد توفيق هو هو أحمد توفيق هو هو في مطشي الزمالك مبارح لعب 16 دي فاول خد انذار فاول خد انذار وطرد ما شفناش أحمد توفيق اعترد ولا لعبة بيراميدز اعتردت ولا الجهاز الفني اعترد ولا شفنا أي حاجة خالص بالرغم المطشي اللي اعترد فيه أحمد توفيق ده كان في الدورة ثلاث نقاط عاديين وكان الأهلي حسم الدورة كمان المطشي ده ده مطشي نص في نهاية كاس مصري يعني خاطه وتحط رجلك على البطولة بتفتكروا السبب ايه؟ في الشيزوفرينيا المطلقة وانت بتلعب قدام النادي الأهلي بيبقى في انفعالات وغضب وثورة وغليان وعياجان وأكلان اي فرقة غير النادي الأهلي بالرغم انها منافسات وتستحق الانفعالات لا الموضوع بيعدي للمتحة فقط عايز اقول كابتن ايمان يونس مبارح الجملة عمرها ما تخرج من بالنا كابتن ايمان يونس فكرني بقسامة نبيه فكرين اسامة نبيه يا جماعة لما قالك لما كنت بلعب وسبحان الله يعني اسامة نبيه لما اعترف انه كان بيفوت المطش كان مطش نصف نهاية كاس مصر غزل المحلة ضد الزمالك وسبحان الله غزل المحلة بيلبس لبني برضه مصطفى فتحي في مباراة الأمس نصف نهاية كاس مصر برضه وطريق اللبني ايمان يونس قالك مصطفى فتحي قلبه مش مطوعه قلبه ما طوعهش يجيب جنين مرة واحدة في نادي الزمالك والمرمى شبه خالي نفس الكلام قاله اسامة نبيه بس بعد سنين واسنين قالك قلبي ما كانش مطوعني يا طرى يا هلطرى مصطفى فتحي ممكن بعد ما يعتز الكرة يقولك فاكرين يا جماعة في تمانية نوفمبر ألفين ثلاثة وعشين كنت بالعبو صاد الزمالك وقلبي ما طوعنيش يجيب جنين في نادي الزمالك أنا واسط ان ده هيحصل بس عايزكوا تحطوا بس وتعلموا دواير كده اعرف مين اللي قلبه ما بيطوعهوش بلاش هقول يفوت من اللعيبة والتربية بتاعتها التربية دي عامل مهم جدا تربية تربية اتربف النادي بتاعه على ايه وهو ناشئ صغير او وهو لعب صغير فكبر واترعرع انه قلبه ما يطوعهوش ان يجيب جنف نادي وبص على لعبة النادي الاهلي السابقين لما بيجوا يلعبوا ضد النادي الاهلي تربية فرق عامل رهيب فرق رهيب جدا بتجد لعيب اللي بيلعب ضد النادي الاهلي ولعب سابق في النادي الاهلي بيموت نفسه وكانه عايز يقول للناس انا ما بفوتش وده اللي بيتربع عليه جوه النادي الاهلي اتمنى الرسالة تكون وصلت للجميع بدعنا في شغل الصحافة الصفرة بدعنا في شغل مش عايز اقول الوساخة الاعلامية لكن خلينا نقول الصحافة الصفراء احد المواقع الكبيرة كبيرة اسما واللي بيحتل رقم واحد او اثنين على مستوى مصر رئيس نادي الزمال الكفافة والله العظيم مرتضد منصور ده يا جماعة يعني الراجل ده كان بيقول درر بجد كان بيقول كلام مع الايام ثبت صحته الموقع ده كان مرتضى منصور في فترة من الفترات تلع اقول ايه انا بستخدم الورق بتاع الجرنون بتاعه في التوالد وده المكان الطبيعي لهذا الموقع النادي الاعلي داخل على معمعة من البطولات داخل على كاس عالم داخل على دورة ابطال افريقيا داخل على سوبر نصري داخل على هوجة ادوص النهار ده الموقع ده يقول لك وكيل كولر خلي بالك بقى من الكلام اتحجى انت السعودي عايزين مدرب اجنابه وغالبا بيحسنه دلوقتي ما بين ثلاثة ما بين ثلاثة وهقول لك على ثلاث اسماء دلوقتي ماشوا خلاص نونو سانتو وبيدوروا على مدرب وبيتفقوا مع مدرب فيقوم الموقع القذر ده اللي ماشي في سنكة الصحافة الصفرة يقول لك وكيل كولر عرض كولر على نادي التحاج جد السعودي فالتحاج جد السعودي قال لهم لا شكرا يا جماعة احنا بنجيب مدرب عالمي مش عايزين بجد انت عرفت لوحدك التحاج جد السعودي بيتفاوض مع ثلاثة جوزي مورينيو مدرب روما الفريد شروتر مدرب العين واللي رحل من 24 ساعة فقط بسبب عدم اتفاقه مع دارة العين ولوبيتيجي مدرب ريال مدريد السابق الاسباني لوبيتيجي ثلاثة دول هم اللي دايرين حواليهم دلوقتي لكن عشان اشعل وعمل ريتش ووقع النادي الاهلي ما وخلي بالك الهدف مش الريتش بس الهدف مش الريتش بس الهدف كمان اسقاط النادي الاهلي ان يبقى فيه عدم استقرار ان اشطت جمهوري النادي الاهلي بدل ما هم مركزين محط تانية من النار مع نادي الزمالك لا يركزوا شوية في ناديهم ومشاكل ناديهم واروح ما حتتلك في الخبر في الاخر ان فيه مشكلة وقزمة بين الاهلي وكلر خصوصا بسبب صفقة انتوني مودست وتراجع مستوى النادي الاهلي وكلر بيطفش النادي الاهلي وبيكره النادي الاهلي فيه عشان يمشي بدون دفع الشرط الجزائي عايز اقول بالنسبة لبيراميدز وقرارات مهمة جدا في نادي بيراميدز بعد الخسارة القاسية والمدوية من نادي الزمالك بالخروج من نصف نهاية كنس مصر من البطولة اللي كانت قريبة وقريبة جدا من نادي بيراميدز عايز اقول ان اول العقوبات عقوبات مالية ضخمة جدا على الكل سواء كان على اللاعبين او على الاجهزة الفنية بقيادة السيد جايمي باتشيكو المدير الفني البرتغالي للمليوناريوس فريق المليونيرات نادي بيراميدز تاني القرارات في اجتماع عاجل ما بين الادارة التنفيذية السيد ممدوح عيد السيد هاني سعيد السيد عمري باسيوني مع الاخ جايمي باتشيكو بعد الخسارة من سيراميكا كيلوباترا بعد فين في الدوري ثم الخسارة مع نادي الزمالك في كاس مصر وهناك احتمالات قوية وقوية جدا للاطاحة بيت جايمي باتشيكو البرتغالي من منصبه كانت القرارات اعلان ادارة بيراميدز رفض التفريط في خدمات اي لاعب مهما كان العرض الماني ومهما كان اسم اللعب نادي الزمالك كانوا اتنين لعيبة من بيراميدز احمد الشناوي وعايزين مين؟ بتقول مين؟ مش سامع ما تعل سوتك شوية يا مصطفى بتقول مين يا ابني؟ مصطفى فتحي الزمالك واخد بالك يا هرم عايز مصطفى فتحي في شهر يناير مصطفى فتحي؟ مين مصطفى فتح ده يا جماعة؟ مش ده اللي ضيع ده اللي قلبه مطوعوش؟ يعني انت متخيل ان موك مصطفى فتح ده يلعب نهاية كاس مصر؟ طبعا حادي يعني ضيع فرقاته وقلبه مطوعوش يجيب جوان في الفرقة السابقة ليه عشان ممكن ينتقل ويلعب النهاية مع الفرقة الجديدة؟ وارد جدا ما هو النهاية في شهر مارس بعد يناير هنوزع كحك ونبيع البيض خلاص مصطفى فتحي لعيبة في الزمالك يشارك في نهاية كاس مصر امام النادي الاهلي فبيراميدز قالك لا لا مصطفى فتحي ولا احمد الشناوي ولا هنفرد في اي حد ابدا حتى اللعيبة اللي فاضل في عادها ست شهور مش هنمشيها هيفضلوا مكملين معنا مش هنمشيهم واعتقد ان ده يوضح لنا لمصطفى فتحي على رأي كابتن ايمان يونس قلبه مكانش متابع الود قلبه بيوجعه عايز الزمالك يدلع صلاح محسن هناك حالة من عدم الرضا داخل جدران القلعة الحمراء سواء كان الجهاز الفني بقيادة السيد مارسل كولر او الادارة في النادي الاهلي بقيادة لجنة التخطير الكل شايف ان صلاح محسن غير جدير بارتداء شرط النادي الاهلي وهنا هلوم على اقدارة التخطيط لان اللي رجع صلاح لي اقدارة التخطيط اللي اشار على مارسل كولر اللي عود محمد شريف هي اقدارة التخطيط فصلاح محسن النهاردة جماعة بنسبة التجاوز الخمسة وتمانين تسعين في المية لن يكون موجود في شهر يناير القادم من بعد يناير مش هتواجد في النادي الاهلي ورحيل صلاح محسن لن يكون برجعة يعني حتى لو طلع اعارة هيقعد يجدد له اعارات لحد ما يشوف له بيع مختلف النادي الاهلي في طريقه للتعاقد مع ضم مهاجم مصري ضم مهاجم مصري وهو احمد امين اوفا احمد امين اوفا مهاجم تقيل مهاجم يخدم طريقة مارسل كولر مهاجم كل الناس مستغربة ازاي ما انضمش لمنتخب مصر بالرغم انه مكسر الدنيا مع نادي امبي ولكن هي دي الاختيارات والرؤى الفنية للمدير الفني مارسل كولر عايز اقول الكلام اللي اقوله دلوقتي هو كلام وفقا لتقرير الماني موقع الماني اسمه جيس بلوغ جيس بلوغ موقع الالماني قال ان انتوني مودست او شكت على النهاية ونهاية رحلته مع عملاق القارة الافريقية الاهل المصري بشكل سريع قالوا ان في احتمالات قوية جدا واصوات بدأت تطالب برحيل اللاعب في شهر يناير القادم وان مدير الفني للنادي الاهلي قبل غدارة النادي بدلوط البحث عن مهاجم جديد والاستغناء عن الفرنسي انتوني مودست المؤكد بالنسبالي ان كولر ما طلبش كولر طلب مهاجم تاني محلي مش يفرطه في مودست لكن لجنة التخطيط هي اللي عايزة تمشي انتوني مودست لجنة التخطيط هي اللي عايزة تمشي انتوني مودست نادي الزمالك زعلانين نادي الزمالك مأموسين نادي الزمالك مأهورين نادي الزمالك بيلوموا ويعتبوا كابتن حازم امام ازاي ثم ازاي يبقى اللاعب بتاعنا احنا وقفينه وايلنلك احنا وقفينه ليه ومع هذا المدير الفني المنتخب مصر ما يحترمش قرارنا ويقرر ان يضم الاتنين اللاعبه اللي احنا وقفينهم عن التدريبات وعرضينهم للبيع كابتن حازم امام نادي الزمالك تعود ان حازم امام يطلب منه فيجيب ويلبي النداء لكن المرة دي روي فيتوريا طلع راجل مامشيش ورا حد روي فيتوريا طلع دكر ما اسمعش كلام حد ففي حالة من الزعل والحزن من ادارة الزمالك ضد كابتن حازم امام امبراطور الكرة المصرية وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للكرة القطمة خلصت اخبارنا مخلصتش حكايتنا استنى كل ارائكم ويت علاقاتكم اكيد شكرا لكم سلام